مع تزايد النشاطات في مكافحة تصاعد معدلات تفشي الوباء في روسيا تحولت حركة معان للمتطوعين الشباب إلى واحدة من أبرز تجليات التضامن الاجتماعي في البلاد في مواجهة الوضع المتفاقم أكثر من 80 ألف متطوع في أنحاء روسيا غالبيتهم من الطالبات والطلاب الدارسين في التخصصات الطبية انضموا إلى هذه الحركة حركة معان ليست جديدة لكن تفشي الفيروس جعلها تتسع كما دفعنا لتغيير أدواتنا وأساليبنا لا مكان الآن لتجمعات أو نشاطات الجمعية ولدينا حاليا نحو 82 ألف شخص ونعمل بالدرجة الأولى على تقديم الدعم المعنوي والنفسي في ظروف العزلة يتوزع نشاط المتطوعين الشباب بين تقديم مساعدات عن بعد عبر توجيه الدعم المعنوي والنفسي لفئات باتت معزولة بسبب المرض من خلال نحو أربعة آلاف طبيب ومتخصص نفسي يمارسون نشاطهم على مدار اليوم من خلال مركز اتصال موحد في حين يجول آلاف المتطوعين الآخرين على المتاجر والصيدليات لتجميع السلال الغذائية والأدوية اللازمة لكبار السن الوضع صعب للغاية في روسيا كما في العالم والمهم بالنسبة إلينا رعاية كبار السن الفئات الأكثر تعرضاً للخطر يحصل المتطوعون على تدريباً خاص يجري الجزء الأكبر منه عن بعد والجزء الأهم من عملهم هو المحافظة على إجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي لا نرغب طبعاً في تلقي العدوى ولا نريد أن نغدو وسيلة لنقلها إلى الآخرين نقوم بكل ما يلزم لننفذ مهماتنا بشكل ناجح أكثر من خمسمائة مستشفى في روسيا تعمل فيها فرق من هؤلاء المتطوعين في نشاط لا يقل أهمية عن توصيل المواد الغذائية والأدوية إلى محتاجها في المنازل يقول هؤلاء المتطوعون أنهم يعملون كما لو كانت بلادهم تواجه حرباً وخطورة العدو هنا أنه خفي وفتاك وبرغم إدراكهم أنهم يواجهون خطراً جدياً لكنهم يدركون أيضاً أن نشاطهم يشكل واحداً من العناصر المهمة لتحقيق الانتصار رائع الجبر سكاينيوز عربية موسكو